أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرص المصري على المشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي من خلال وفد رفيع المستوى يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تمثل أساسا هاما للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الشيخ محمد بن زايد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وأكد الرئيس السيسي أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة أرجاء المنطقة معربا عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلا ملهما لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ محمد بن راشد المكتوم أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي مثمنا دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي وقد شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهم الشقيقين وعمقها على كافة الأصعضة لا سيما مع إمارة دبي بمن عكس إيجابا على كثافة التنصيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين شكرا